محافظ البنك المركزي السيد طريق عامر الحقيقة كان موضع الناس كتيرة كتتكلم عن هو سعر الفايدة زاد لا سعر الفايدة قل طب هو على اي اساس طب ايه هي الاعتبارات او المؤشرات اللي من خلالها بيكون قرار محافظ البنك المركزي لما تسمع وتشوف النتيجة على الارض والتضخم اللي قاله بشكل غير مسبوء ومعدل البطالة اللي قاله وكتير من الامور طبعا المتعلقة بهذه السياسة فكان النتاج الاجابية على الارض اللي اتحقت وشفناها بعانينا لكن لما تشوف كمان التقييم والاشادة بمحافظ البنك المركزي السيد طريق عامر من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية اللي قامت باختيار السيد طريق عامر ضمن قائمة افضل عشر محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم العام عشرين واحد وعشرين فتشعر انه احنا السياسة باهدنا كانت صح واداء محافظ البنك المركزي يستحق التقدير والاشادة من قبل واحدة من اهم المجلات المتخصصة في الشأن الاقتصادي حيثيات بقى اختيار السيد طريق عامر خلونا نقول لحضراتكم كانت بناء على ايه انه يتم اختياره ضمن العشرة الاوائل الاول التقييم العشرة الاوائل ده تقييم ايه وده بيمثل الاداء الممتاز طيب ايه هي الدرجات او التصنيفات وفقا لبيان المجلة بيقولوا ان المقياس عندنا من ايه لأف ده يعني وبناء عليه بقى بيحدده وبيصنفه في مجالات زي التحكم في تدخم اهداف النمو الاقتصادي استقرار العملة ادارة اسعار الفايدة فاكرين طبعا الدولار قدام الجنيه ومش عارفة والقفز الرهيب اللي حصلت وبعد كده نزول شوية وبعدين الاستقرار فبناء على هذه الحيثيات او العوامل دي تم تصنيف السيد طريق عامر كافضل محافزي البنك المركزي وحصل على التصنيف ايه المجلة بتقول انه مع استمرار انتشار الوباء وباء كورونا طبعا وظهور التدخم ده كان مجال رئيسي للقلق مرة تانية بيواجه برضو محافزين البنوك المركزية في العالم تحديات كبيرة من اتجاهات متعددة تقييم السنوي لهذه المجلة بيتكلم بقى على قادة السياسة المالية اللي قدروا ان هم ينجحوا في مواجهة الازمات والشدائد تحية للسيد طريق عامر محافز البنك المركزي ونتمنى له ان شاء الله المزيد من التوفيق في ادارة طبعا هذا الملف الهام والصعب